مساء الجمال الحلقة 29 من المسلسل الجميل البرنس طبعا الحلقة 28 انتهت ان ردوان ركب العربية وراء رقفة ركب العربية قال له تعالى معايا بقى وإيه المهم ايه المهم ايه رحبسوا كده في حتة بعيدة ويساعدوا في الموضوع ده ايه اللي كانوا معاه في السجم رقفة دخل في القودة اللي اتحبس فيها رقفة ده ردوان دخل على رقفة وفضل يضرب فيه بيوري المشكلة مش ضرب الغل بيطلع غل للسنين لقيتها في السجن وامراته ماتت فبيطلع غله فيه يعني ردوان عايز يدوقهم من اللي شربوا يعني ردوان عايز يدوق اخواته مش عايز يعني ان هم يموتوا كده هو قاعد سنين متعذب لا عارف يشوف بنته وامراته وابنه تخطفوا منه وهو في السجن وكل حاجة ضاعت في حياته مش عايز حاجة من الدنيا هو عايز ينتقم بس فكر انه هو طب هنتقم منهم خلاص هلا كده بريحهم وعايز يدوقهم اللي هو داقوا طبعا اخواته مرعبين منه جدا جدا ده بيطيك بقى ان الحرام والفلوس والنصب والغل والسرقة وحب النفس وكره اخوك بيوديك ان انت بقى معاكل فلوس بس مش عارف تفرح معاكل فلوس ومش عارف تعمل بها حاجة معاكل فلوس ونايم انت خايف مرعوب كل اخواته عبد المحسن واقف في البلكونة مرعوب ينزل ومواقف بوديجارد معامل الكبارية مواقفه عشان اخوه خايف من الرضوان البرنس كله مرعوب حتى رقفت لما اختفى مراته مرعوبة وتجي تشتكل ان احنا منى هو فعلا الحرامي والنصاب والخاين ملوش لنفسه بس حوار حوار بقى رضوان لما راح لبنته وجاب لها هدايا وخد علا حواروا معاها الاخراج رائع والتأليف والقصة محمد سامي في اللقطة دي دبحني يوجع تخيل انت بنتك تبقى قدامك وتاخد الازن من ابوها اللي رباها وأنا من ابوها الأصلي تاخذ الازن منه عشان تحضرني وتاخذ الازن منه عشان تبسني وأعمال يدحكها وعايز يدحكها ما شاهد قوي جدا المسلسل في 해방 شاية المسلسل معاها صعب أوين أمي فتحي طبيعي الستات. قم فتحي لما شافت فدوة مرض ابنها في حضن واحد مش غريب كمان ابن سلفتها. لا قريت الستات. فضلت مسكها نفسها لغاية ما راح تلمين لفتحي. وكمان هي بتكره الفدوة وحسبتها. قالت هي فدوة ممكن تموتني في اي وقت. طب انا اروح اقول للايه لفتحي يسيبك منها وبتاع المهم الستات كده على فكرة. حتى تكون الام بتجيري على ولادها وكده ايه. ولازم طبعا بس هنا بقى لما جات قالت لفتحي. ايه احمد زياد? ايه الابداع ده? مبدع. عمل رد الفجع ما اتكلمش. امه كلمته وقالت له فدوة مش عارف ايه راح. تعبرت وشه. قال جمل كتير اقوي بس يبوشه. شفيفه ودقنه وقضوده لغلق. ليه بقى? لان هي فدوة الموضوع كله ما خانته مع مين? مع الاسراره ومع دراعه اليمين. ويقول لك ده انا اقول الدنيا كلها في لقطة في مشهد كده. كان بيتكلم على ياسر قدام فدوة. بتقول له ياسر ده. يقول لها ياسر ده الدنيا كلها في كوم. وياسر في كوم تاني. فرد فعل فتحي ممثل ممثل. ربنا يحفظه ويعمل لنا ادوار تانية ممكن. يعني انا القمر كده محمد الثاني جابت عبرات وشه. لأ قال حاجات كتيرة جدا. بين فعالاته من غير ما يتكلم. وده جمال الممثل. ردوان بقى لما راح وسجل لياسر وفدوة في العوامة. مش هعرف. فيلم هندي. لا فيلم الهندي بقى. في عشيني عشتني في الزمن اللي احنا فيه ده. والناس كلها مفتحة. والناس كلها يعني صيعة. عايزك نعني ان انت تروح وتقف في الشباك. وتصور فيديو. يا خير. يعني بصراحة مش بلحها. انا بعتبالها فيلم هندي. بس انت تعرف. لما يقول لك صاحبك حبيبك قوي. وتعديله. انا للمسلسل ده بعديله حاجات. لان المسلسل حلو قوي. وبحبه جدا. عشان كده بعديله اللقطة دي. اعدتها. مفيش مشكلة. فتح وفدوة بقى. ادر ردوان يوقعهم في بعض. يعني ادر فدوة وفتحي. جاب لها موضوع ان فتحي ظالمها. وبيخلي. بس هو مش عايز. ما هو ما بيخلفه. وهي بتخلي في كل حاجة. وهي هي المعيوبة. وفي الناحية الثانية. انه. بعت له الفيديو. الياسر بيدلع فيه. اه مراته كده. فلما راح. لما جات بقى وقالت له ايه. انا عارفت ان انت اللي معيوب. انت اللي ظالمني. وهو بقى طبعا جاله الخبر بنها خانت. برضو فتحي ادر. طبعا فدوة فدوة ممثلة كويسة. ان شاء الله. بس فتحي. فتحي هو المعلم في المسلسل. طبعا محمد رمضان ومحمد سامي فوق القمة. لكن فتحي هو النظر بتاع الممثلين. هو يعني الكابتن بتاع الممثلين. لكن الناس المستوى الاعلى رمضان ومسامي. انا شايف. اه. ان هي بتخونه. طبعا مع كده واحد. فالعيل مش يعرفونه اب. يعني يقول بقى. يا اولاد مثلا. احمد. اولاد خالد. اولاد ياسر. اولادك. لما. لما تخلف. اولادك. الناس يقول لها ايه. يا اولاد. ايه. عشتيما. يعني. ان ام. كده. اه. جملة حلو. قالها لها. جملة جدا. بس انا في المسلسل كده. في المشاهد اللي هي فيها الخيانات. انا. اتعلمت حاجة جملة جدا. في المسلسل. الحلقة دي. الحلقة التسعة وعشرين. والحلقات كلها. مسلسل البرنس اللي هي هدروس كتير جدا. اه. لا تقل عن الاختيار. بصراحة. اه. درس كبير قوي. ان مهما تكون معك فلوس. مهما يكون معك فلوس. طبعا لما بتكون جايب الفلوس بتاعه. وبخير. ودون نصب وسرقة وخيانة والحاجات دي. ربنا بي. 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 زي ما تقول ايه. يعني. ما بتلاقيش وقت. حتى تزعل فيه وتحزن فيه. الحياة بتاعتك بتبقى منظمة وجميلة. لكن. لما تكون. جايب حاجة مش حقك. وظالم. وشخصية زبالة يعني. لما تكون معك فلوس. هتأذيك. يا اما بقى تخون مرادك. يا اما تشرب. يا اما تاخد بودرة. وده اللي بنشوفه في الحقيقة على فكرة. بنشوفه في الحقيقة. الفلوس. ما بتسواش حاجة. الانسان ما هو حزين. انا انا افتقد. انا فاكر الراجل كان محترم جدا جدا جدا. كان جنب بيتنا. وانا صغير. كان عندي حوالي اربعة تلاتاشر سنة. وبنلعب في الشارع كده. فالراجل ده كان عنده مخازن كبيرة جدا. مخازن للالامونيوم. وكده. الراجل ده عنده تقريبا كان ستتاشر مخزن. اربعة تاشر مخزن. كان غني غنى. انا كنت. واحنا صغري كده كده كنت اول مرة شوفوا المرسيدس والحاجات دي. فكان هو عنده عربيات. وبراشات. فبس كان بيشوفني. كان يعب قدام المغزن كده. وبيشوفي اللي بلعه على الكورة. ويشوفي. ايه سلم علي. فجاي بيقول لي. بقوله. وانا بقلي فترة. بابا شوف ابتش حاجه. وكده. بيقول لي. والله كنت بقى تعليجه. هو قاعد على الكرسي. آآآ متحرك. ما بيمش اش. مشلول. ده من زمان. من ساعة انا ما شوفته. فهلا. كنت بقى تعليج بره يا ابن. سافرت لففوني الدكاترة مرة في أمريكا مرة في ألمانيا قلت له يا ربنا يشريك هو قاعد على الكرسي بعجل يعني فبقول له قال لي انت بتلعب كويس اوي كورا قلت له ربنا يا اخي الاهلاوية على زمالكية ومش عارف كده بعد كده رح جي قال لي انت احرف يا ابني والله انا اتمنى المخازن والحاجات دي تاعتي كلها ضع كلها ضع واقوم بس كده من الكرسي اروح للحنفية اشرب مية وارجع تاني اعود عقصة يعني الديئة دي بس ارجعها تاني واخد كل المعنى انا اقصد ايه او ده راجل شريف وقويس انا اقصد ايه ان البني ادم الموضوع كله مش فلوس لو انت معك ملايين الدنيا ونايم في مشكلة واجع عليك دماغك الغالبان اللي مستلف وبيضحك مع ابنه ولا بيتعشف والكده وينام بيتحك ده حياته احسد منك انت اغنى واحد في الدنيا ولكن بتاكل بروشيتة ولو نفسك تاكل حاجة وتزود شوية تجري والاسعاف حيث الاسعاف تأخذك ومش عارف ايه عملت ايه بالفلوس ما بالك بقى ما بالك بقى اللي صارق واللي خين ده حياته طبعه منه ازاي شفت اخوات اخوات ردوان ردوان قاعد والنفس يشوف اخته والنفس يشوف بنته مش عارف ايه وهم قاعدين مرعوبين كل واحد مرعوب كل واحد يشعر ان ردوان هيجي في اي لحظة عمرك ما تكون ندل وخاين وسارق الناس واتنام دايما نحن نقولها اللي سارق والنصب يقولك انت بيجيلك عند نم ازاي يعني انت بيتغمض عندك وتنام ازاي عشان كده المسلسل ده وطاح لي جدا ان الفتح ده عمل كل حاجة وطجار مخدرات وفلل واخو ياسر عوامة وعبد المحسن اشترك ازنه من بابه والدنيا زهزهد ولكن في الاخر حياتهم تعيسى حياتهم كلها شقة وخوف ورعب ايه الحياة دي؟ انتظرونا باذن الله في الحلقة الثلاثين انا معرفش البرنس كم حلقة بس البرنس مسلسل قوي جدا 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 انتظرونا ان شاء الله واشتركوا في القناة وفعل الجرس وعمل لايك للفيديو لازم تساعد في القناة شكرا 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 شكرا